منصف قعقع من بلدية مسكيانة بولاية أم البواقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصاب بثقب القلب أحد أمراض العيوب الخلقية فمنذ ولادته وهو يتألم في صمت الأم سئمت من رحلة البحث عن علاج فلذة الكبد منصف مرايد عنده زوز قبات في القلب وعرق مبوشي ونده لتزاير يقولون بوسماعيل ما قبله الناش نطلب من وزير الصحة يعاون فيه منصف أراه هو مرايد ندأ إلى وزير صحة رانا نعانيه بمنصف والله يا سيدة الوزير رانا نعانيه منصف عنده زوز قبات في القلب وعرق مبوشي دينا البوسماعيل طالعين هابتين فيت العشر اخترات منصف يشكو وضعا صحيا حرجا من جراء مرضه وثقبان ينخران قلبه وللأسف الوضعية الاجتماعية المزرية لعائلة قعقع بمسكيانا لم تسمح لها بعلاج ابنها داخل العيادات الخاصة هذا ولدي مريض عنده زوز قبات القلب عرق مبوشي والسوه لتاو طالع حابت على أبو اسماعيل ما كان والو لا من حبي يعاوني السيد الرئيس كان تعاوننا شوفنا الطفال لك شوفيك إبه هابس وانا ما عنديش لا عليك يا ربي يعني بي يا ربي طبيب اللي نديه له وعود كاذبة ما كان نطلبه من سيدة الوزير يشوف أن في أقرب بقت عملية المنصف في بو اسماعيل هراني نعاني بيه وأجركم على الله العائلة تناشد وزير الصحة لتمكن الطفل منصف من دخول مستشفى بو اسماعيل لإجراء عملية جراحية مستعجلة ما تسمح له بالشفاء العجل واستعادة أمل البراءة في الحياة